خلونا نبدأ بي اتصالاتنا الهاتفية سياتلوا محمد الشريف محافظ الاسكندرية مساء الخير يا فندم مساء الخير يا فندم ومساء الخير على استاذ المشاهدين أهلا بيك قبل ما نتكلم على اجتماع مجلس الوزراء النهاردة قولي الأوضاع في اسكندرية إيه طيب يعني حضرتك كنتم متابع معايا متابعة جيدة بالأمس والنهاردة كده عندنا زي ما قولنا مبارح بل الجو كان لحد ما أسوأ من أمس كتير خليني أبدأ بالأمواج اللي هي بارتفاع خمسة متر على مستوى اسكندرية بالكامل والدي ده رتفاع كبير جدا والرياح كانت برضو مرتفعة جدا من ستين لخمسة وستين كيلو متر في الساعة وبعد كده الأمطار كانت من متوسطة إلى غزيرة مش خفيفة إلى متوسطة لا زادت قوي طول الليل مبارح من بعد المغرب لغاية الصبش أمطار متوسطة غزيرة في الساعة كانت متقطعة ولكن الساعة خمسة وربع صباحا كانت غزيرة ومستمرة وعلى معظم الأحياء الحقيقة الوضع ده طبعا الحمد لله زي المعرش يعني الحمد لله كنا المدارس كانت أجازة لا تمام احنا كنا اتفقنا في نهاية حوارنا مبارح انه هذا منطق في اتخاذ القرار هاركوا تشايف معطيات مؤينة فانا اقتنعت به طبعا انه هذا احنا الساعة 10 الصبح الحقيقة وانا بمر كان فيه سلوك بتنزل على بعض المناطق برضو نادر عندنا في اسكندرية موضوع السلوك انطار غزيرة لكن انه هذا كان فيه سلوك الحقيقة كان عندي أكثر من تجمعات في مدينة اسكندرية أكثر من 15 تجمع كل التجمعات دي الحمد لله صرفناها الحركة المرورية وده الامر المهم جدا بالنسبة لنا كمسؤولين وبنسبة الهالي الحركة المرورية كانت ماشية ما حصلش هاي تعطل نهائية الطريق الصحراوي بيهمني جدا كان فيه هو بيبقى فيه كل اتجاه اربع حراء حراء واحدة اللي كانت شغالة لمدة عشر دقايق ثم اه اه رجعت من الشارع اه مرد كامل جنوب كامل اه كان عندي تجمعات اه في حوالي سبع احياء اه كل حيثين ثلاث اربع تجمعات كلها تبت الصفة اه وبرضو خلينا اقرب من دي الحمد لله ما كانش عندنا اي احداث غير عادية اه لا بيوت اه واعت ولا بلقونات واعت ولا حاجة لان رياح الشديد جدا وده ما نقضى ربنا يعطي